وإليكم هذا الخبر العاجل حيث طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الحكومة بتوضيح بشأن دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المخى بصورة مخالفة للإجراءات القانونية وسرعة موافاة المجلس بالرد كتابيا خلال أسبوع ووفقا لما نشرته صفحة مجلس النواب على فيسبوك فقد جاءت مذكرة المجلس إلى بناء أو بناء على السؤال المقدم من عضوي المجلس عبدالخالق البركاني وبكيل الصوفي